السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسامادي هالنهار ان شاء الله نتكلم على واحد الموضوع ديال كيفية التأمون مع الصغار في الأكل يعني هذا الصغير هذا حبارة عن شانشيلا هما كتشوفوا قوي هدا عندو ثلاثة السيمانات جو السيمانات الأولى كي بدو يفتحوا عينيهم كي بدو يتحركوا كي صافي بدو بغين يخرجوا سمو غادي نديروا لهم ما غاديش نعطيهم قاع الخبز هاي مقا نعطيهم غي الخص ولا ربيع ولا شي حاجة مهم التفاف اللي را انو بتحضرت عليها بزاف انا هدا هاد المجموعة هادي هاد الخلفاتي يعني عطيتهم التفاف بزاف الحمدلله هما دبراهم يعني في قرامينة الفتمو حد السيمانة بقى لهم الحمدلله كنحسبيهم في الميزان راهم زيانين دبابلين وصلوا ثلاثة السيمانات غادي نحاول نحيد عليهم شوي ديال الاخضر يعني الربع وغادي نعطيهم الخبز ولكن الخبز هما راحدوا ان السنينة ديالهم و الفم ديالهم باقي صغير ما يمكنش نعطيهم وحطروا فاقبار ديال الخبز هما غادي نجروا منو غادي ياكلوا لذا دي نوريكم واحد طريقة لي بسيطة هي في الحقيقة طريقة بسيطة غادي كيفاش ياكلوا دقاقة ديال الخبز بلا ما تدقوها في يعني عن طاحونة يعني انتوما في البيوت ديالكم غادي نوريكم واحد طريقة بسيطة وسهلة اذا نتابعوا معي بالطريقة اذا كما كتشوفوا معايا الخبز اللي غادي شيط عليكم في الدار يعني اما طرفة كبار ولا طرفة صغر هذيك الطرفة الكبار من الاحسن تعطيهم يعني الكبار الكبار يعني الامهات ولا مني كيكون الكاج هكا بواحد سنتيم ديال الفج تقدروا تطرميهم ديال الخبز الماء حيث وما كيكون عندهم سنان كبار يقدروا ياكلوا ولكن الصغر يعني في عمر احنا غادي نشوفه في عمر قبل الفيطان وبعد الفيطان يمكن تعطيهم هاد هاد الحجم هادة يعني بحال هكا تقريبا بحال قد السيكالين تقدر تعطيهم لهم ولكن هادوك الصغر اللي وليتكم عدابة هادوك قبل الفيطان قبل الفيطان يعني تمشيتوا معاهم شوية بالربيع عدابة قد يدخلوا لهم الدقاقة ديال الخبز السيكالين باقي مجهد عليهم بزاف طريقة باش تغربلوا الخبز يعني فرتو هاكا بشي مدقوا بليدها متى ما را كارم بما في الكفاية يعني خصي يكون كارم زيان في الشمش تيكرم زيان ما تتعقيمش اللي بابة اللي بابة را كدرهم اذا غربها بحال هادا انتو ممكن تشوفوا الاعيون ديالو كاللي كي يقولوا بوصية هامو الاعيون ديالو يعني صغيرين ماشي صغيرين بزاف ماشي مواسطين انتو ممكن تشوفوا معايا انتو ماشوفوا الحجم ديال اعيون ديالو من ديرو شي آنيا بحال هادي ولا بلاستيكال لي متاح عندكم خشبال اللي كان هي باش غادي تجمعوا هادا هادا هاد دقاقة اللي كتكون مني تحطو الخل في الغربال هاكا فرتو عادي اللي غادي يخرج قد هاكا غادي تعطيوه العمر فيتا شهر ولا شهرين ونالت شهر قد هاكا الحجم الكبير تعطيوه الكبار اما الدكورة كبار اما النتوات العشار اللي عاد كتتتسمنوهم اذا مني كتقعوا بحالكة ضروري ما كي خرج واحد فرتيت هاداك فرتيت هو اللي غادي اللعبوه لي فاش غادي نعطيوه الصغار قبل الفيطر من هاللي اللي وردتكم دابا عندو ثلاثة سيمانات اذا غادي تغرب اللوب هات طريقة في شي طريقة سعيبة سهلة للغاية هادا هادا البوصية كيدير عشرة درهم اتناشد درهم تلتاشد درهم داوجه كي اللي تبير كيدير عشرين جرهم ولكنها كتستاغل اللوب قبل يعني احسن استغلاق ننفهمه صافي فتخرج عندكم هاد دقاقة هذي بهذا الشكل لاحظوا معايا هذي هذي دابا كتتعطى قبل الفيطرام هاد دقاقة ولكن قبل الفيطرام ماشي شهر عمر يعني جو سيمانات او سيمانة كيكون اذا كما قلنا هاد دقاقة هذي كتتعطى قبل الفيطرام يعني في العمر ديال ثلاثة السيمانات الفوق اما ثلاثة السيمانات اللي تحت حاول تعطيهم غير الاخضار كيكون كرش ديالهم بقى عد صغيرة الامعاء ديالهم بقين عد صغر حاولوا تعطيهم الاخضار وماشي اليابيس اللي أعطيهم الاخضار اللي غير ميكون سالد يكون ناشف مثلا نخص مثلا انتفاف خبيزاء اللي كان هاي تكون مشمشا غير ضل ما تكونش يعني اللاوية وما تكونش ساردة في هالماء اذا هاد دقاقة هذي هدي نعطيوها لهم في عمر ثلاثة السيمانات هنتم ما لاحظوا معايا نا غدي نعطيوهم لاحظوا معايا كيفاش غدي يياكلوها اذا هنتم مكن كما تشوفو هنحتك لهم في حد الصنادقا كفاي باش مايهربوش صندوق عادي دي مكن هاتراني على الاشياء المتاحة عندكم هاي اللي تخدموها هاد ههدي ديال ميكروون داوها ضايع هاتراني على غير ملت فيه وحطيتو فوسط هاد الصندوق باش ميهربوش هنتم ما شوفوه الأكل دبعنا اول مرة غدي ياكلوها هاد دقاق يعني هاد اول عمر ديالهم ديال اه تلاثة السيمانات بد الضب تلاثة السيمانات هنتم ما كيفاش غدي ياكلوه وما إلي أعطيتهم الخبز غليد بقي ما يقدروش أنهم يعني يهرسوه وياكلوه لذا كتستعملوا هالطريقة هذي شوفوه على قدل فم ديالك كل شي كان تمشو على الحجم ديال شحل غادي حلو فمهم وغادي ياكلوه هانتما اتباك الله هانتما كما كتشوفوه ماما هانتما كما كتشوفو ماما كي يكلو بواحد طريقة منو تاضيما يعني ومهد دنين هانتما وكونوا متأكدين أن هاد شوية هادا اللي درتولهم راه كي يأكلوه كلو أنا راه نجررتها معهم في واحد المجموعة أخرى كي ما كتحط لهم هادا يعني واحد لكم شا هكا مثلا واحد زلافة كي يكونوا هما واحد المجموعة كي يبقوا يأكلوه 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 حتى كي يكملوها وبالنسبة للأوساخ ولهادي هادا في هاد العمور هادا راه ما كيكونوش كيدولو ديك الزبيل هات كبار ولا كيف الزبول لا مهم يحاولوا أنكم تنقيوه خط شوفوهم كي يأكلو هاكا يعنا يقدروي يوسخوا فوق هاد الماكلة هادي في حقيقة راقبوهم مرة 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 والأمور كتكون غاديهم زين إذا نهادي يرحل القضية لنا هاد المهار كين واحد القضية ما حدرتش عليها وهي لقامة ديال أتي يعني في العود ما ترميوها حتى يرى صالحة لهم مئة بالمئة لأنك تعودهم على مرحلة قبل الفيطان كيكونوا قرابين أنهم يتفطموا وخصهم ديك الحلاوة وخصهم وخا تكون شي شوية ساردة ماشي مشكلة يعني غي عصروها بيدكم هاكا عصروها وحطوها لهم بها الطريقة هاكا وخليهم ياكلوا راهم قيو اللي يوم زياني إذا ندي الحلقة ديالنا هاد النهار كيفاش كتتتعامل مع الأمعاء الصغير ورديه لها هاد المخلوق خصك مني يكون صغير تجهز له حال هاكا ولكن تجهز له أشياء ولكن في نفس الوقت أنه ما غاديش تهلك سجيب ديالك يعني مشي ملا بدون أنا غاديد كل غاديد نقن نجيب لهم وحن نوع من السيكاريم ومدقو قل لا كي غاديد ندير لا تعامل مع الأمور ببساطة دق الخبز وخبز غادي غادي غايت رميه جمعوا دير واحد السلة وجمعوا الخبز ديما ديره في صندوق ولا شي حاجة ما ديره شميكا رأى إلا لاحتو أن إلا درتو في ميكا غادي كي يطرح عليه هادك الصهر دياله وكيضيع كي يوليكي فيه الخز انتو ما ديما ديروه إما في الصحف واحد البلاسة مش مشا إما في واحد صندوق بحال هذا مهم خليوه تكرم على خاطره منين يكرم على خاطره جزئوه كل واحد تحطيوه دياله بوحده هاد الصغار ما انتو ما تشوفوك يأكلو الدقاقة اللي كبر منهم كيما قلت لكم بهذا الحجم هادك بهذا الحجم هادا بحال هكا هذا غادي يكلوه اللي كتر منهم يعني فيتنا نقولو شهر صافرا كيه اللي ويكلو بهذا الحجم هادا انتو ما بحال هكا وقسموه داك شي بحال هاد الحجم هادا يكلوه مدين انت تلت شهر المهم كل حجم حطوه على هيدا اذا ندي حقا ديالنا هاد النهار الناس لماذا لم يشاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غاديا في استمرار ان شاء الله تكيو لزير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله مرحبا بتعليقاتكم الطيبة تكيو لزير جيم كي تساندونا الى اللقاء في الحلقة المقبلة